يا الخيري نوالولو فوكني ما طوالن فوكني ما طوالن هاتجرى الحلولولو تسجم ذافري وانا تسجم ذافري وانا من غرائبي وعجائب الجزائر هذا البناء الذي ترونه خلفي لعله يذكركم ببناء آخر في بلد آخر بأهرامات الجيزة مثلا لنفهم سر وجوده هنا معنا اليوم البروفيسور صباح فردي وهي مديرة أبحاث في المركز الوطني للبحث في علم الآثار مرحبا سيدتي وشكرا على وجودك معنا أهلا وسهلا ومرحبا بك بيتي بازا شكرا بداية ما هو هذا البناء ومن شيده هذا مبنى جنائز الضريح الملك الموريطاني لمملكة موريطانيا نحن هنا بمنطقة موريطانيا التي تبتدئ من وادي مولويا بالمغرب إلى وادي الكبير بمدينة سيطيف وحاكمه كان عدة حكام وآخر حاكمه هو بوغوس الثاني يبدو أن هذا المبنى شيد في فتراته ويعود إلى النصف الأول من القرن الأول قبل الميلاد سمعت أنه قبر كليوباترا سيليني من هي كليوباترا سيليني؟ كليوباترا سيليني ابنة كليوباترا العظمى ملكة مصر وابنة أنتونيوس عندما انتصر أغسطس على ملكة مصر أخذ أسيرة ابنتها كليوباترا سيليني إلى روما وترعرعت وشبت في روما وزوجها بابن آخر ابن يوبا الأول وهو يوبا الثاني وزوجهم وأطلهم موريطانيا يحكمونها ولكن هذا الضريح يعود قبل فترة كليوباترا سيليني وزوجها يوبا الثاني نحن في مملكة يوبا الثاني طيب أهل المنطقة يسمون هذا القبر بقبر الرومية أي المسيحية ومع ذلك بني في القرن الأول قبل الميلاد لماذا؟ لأن هناك تسمية أعطوها الجغرافيين العرب عندما أتوا إلى شمال إفريقيا وشافوا هذا الضريح كانوا يدعوا بقبر الرومية يعني قبر الروم يعني كل ما هو غير نوميدي وغير موريطاني روم لذا أخذتها التسمية الرومانية وخاصة بالنسبة للأبواب الأربعة الوهمية المتواجدة شمال شرق وجنوب وغرب هذا يمثل صليب لاتيني وكذلك هذه الأبواب الوهمية مزينة بتشكيل يبدو من بعيد أنه صليب لذا اختلتت الأمور بين الصليب والرومية والروم لذا يدعى قبر الرومية ولكن هو ضريح ملكي موريطاني بروفيسور صباح فردي شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات إلى اللقاء شكرا